انت راجل نجم ون تايم سبورس ربنا خليك ما شاء الله شطارة مش طبعية ربنا خليك جاي من كاس العالم للأندية عملت شغلة عظيم كل الناس استمتعت بيوم بسط بيه هجيلك عليه هجيلك عليه بس الاول لازم اعرف انت ليه بدأت الشغل لنا يعني بدأت ليه كمراسل ايه اللي حصل عشان يخليك تاخد الكرار انك تبقى مراسل في اعلام رياضي هو البداية كده انا ما كانش كلام له في المية خالص خالص يعني بالرغم اللي انا يعني بابايا سوز عمر عبدالخالي كان رئيس عشباب الرياضة بس انا ما كانش طيب الزكر دا اه ما كانش في دماغي خالص والله انا اكون موجود او اخش المجال دا انا كنت بالعب كورة بس انا يعني بطلت قبل ملعب يعني كانت الدنيا بالنسبة لي كانت صعبة تقريبا نفس الاسباب بتاعت كان وكده بالضبط اللي ايه مستوى لاي لا كنت بقضي فترة العدس الساحل اصلا اه ومش ملتزم يعني انت باللعب اللي مش ملتزم لا والله خانص لا بس هي بدأت لما بدأت كنت بدأت من يعني بدأتها متأخر شوية كنت تخين اه وبعد كده لما جيت خسيت وزبطت جسمي الكلام دا بقى كان عندك 17-18 سنة في عدد مراحل الناشئين كلها عليك ساعت كده حاولت كده شوية ولعبت لعبت شوية وبعد كده دخلت لعبت في مبقى دخلت في المجال انا كنت موجود في نادي المعادي ولعبت في اسمانت السويس بس ما تأيتش قعدت معهم سنتين بس من غير تأييد الفترة كان فيها كابتن محمد عمر كان مدير الفرني وحتى اول موسم خلنا فيه ربع الدوري انا فاكر كان موسم 2005 بعد كده 2006 من بعدها بقى 2007 بعد دخلت بقى الميديا كان دخلني المجال والبداية كانت هنا على فكرة البداية كانت هنا في ماسبيرو كانت في ماسبيرو مع كابتن طهارة بزيد الله كان برنامج هنا في القناة التانية وبدأت بقى يعني التريننج لغاية 2011 اول ماتش الرسمي كان انا فاكر كان ماتش الزمالك وامبي نهيك اسماصر امبي كسب يومية اتنين واحد فده كان اول ما بحبش انا عدي اول دي يعني ايما اول دي تبقى اصعب كل حاجة كانت اصعب كل حاجة يا كريم لانها انا عمري ما عملت الكاميرا قبل ما اشتغل ايه واخد انت المايك ونازل بالكاميرا او الله العظيم كان اول مرة في حياتي امسك مايك واطلع ستند وعمل مداخل التليفون كان يوم الماتش ده الناس كتيرة متعرفش قد ايه صعوبة الكاميرا وده ما تبقى اول مرة اول مرة لحد الوقت احنا بنواجه صعوبات قدام الكاميرا دي حاجة نفسية دايما بتبقى صعوبة لكن اول مرة قدام كاميرا دي بتبقى في منتهى الصعوبة لا انا فاكر اول يوم ده اول مرة حتى كنا بنعمل لقاءات مع الجمهور قبل المطش هناك في صدق قايرة حوالين صدق قايرة يعني في محيط صدق قايرة كده قبل المطش واللقاءات دي كابت ازاي لا لما مسكت المايك ايدي كتا عمرة تعمل كده يعني انا مش عارف امسك المايك من كتل خف لا ما انت اول مرة وطلع هوا يعني انت مش ان حدا مش مسجل وهاشيره ورايا اه لا لا ما فيش انت اول مرة انا داخل بيتك على طول بالزبط على طول كده طلع هواس الؤمدلله عدت يعني ما يعني وبقيت بقيت اعمل ايدي كده امسك اه والله امسك ثباتي اه ثباتي كده لغاية ما نشوف الدنيا في ايه بس الحمدلله دي وعملت عظم بعد كده الحمدلله يعني ربك ربك كرم واللي هو موجود في المجال. علاقتك باللعيب اهو. علاقتك بالنجوم. والحاجات دي كلها. افتح فيديوهات. بتساعد. الاقي فيها ابراهيم عمر. تعد المليون. وانت طالع. تعد المليون وانت طالع.